تلقى وزير الخارجية سبح شكر اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ودفاع لجمهورية ايرلندا ميهول مارتن للتشاور حول تطورات الازمة الراهنة في قطاع غزة وجهود وقف اطلاق النار واحتواء الوضع الانساني الكارثي بالقطاع وخلال الاتصال حرس وزير الخارجية على اطلاع نظيره الايرلندي على نتائج الاتصالات التي تجريها مصر لتحقيق الوساطة بين حماس واسرائيل للوصول الى هدنة تفدي الى وقف دائم لاطلاق النار مشددا على ما تفرده المأساة الانسانية التي يعيشها ابناء قطاع من حتمية تكاتف الجهود الدولية للضغط على اسرائيل للتعزيز نفاذ المساعدات الانسانية بشكل عاجل ومستدام وفتح المعابر البرية بين اسرائيل والقطاع وازالة كفة العوائق امام وصول المساعدات لجميع مناطق القطاع بما في ذلك الشمال غزة